نظمت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن مخيما تدريبيا لأعضائها وذلك في كريسة مارشربل المارونية طريق المطار وقد افتتح المخيم بقداس إلهي ترأسه الأب مروان حسان المرشد الروحي للشبيبة في الأردن ليقوم فيما بعد بالتعريف بأهداف الدورة وأهميتها في مساعدة القادة على معرفة ذواتهم والآخرين وصق لمعرفتهم في مواضيع عدة كما تخللت المخيم ساعتها سجود واعترافات وصهرات ترفيهية سادتها أجواء من المرح والحماس وفي ختام المخيم التدريبي حصل جميع المشاركين على شهادة حضور